سأتازن له أحمر نخيل شموخنا قصراً فدار التمر منه حجارة رديفايا في الأيام حتى اتهمت عليك العين والحدقات دمشق صبراً على البلوى فتنصف ربط أنا شاعر حقيقة ما يميز هذه الدورة من مهرجان الشار العربي أنها جعلتنا أقرب إلى جهات متعددة تؤمن كثيراً بالمناشطة الشارية والثقافية التي يقودها شباب مغترب هنا في إسطنبول أثبتوا أن هذه الفكرة مستمرة بمجرد أن قبلوا وحضروا ووقفوا على منبر الجمعية لماذا إسطنبول؟ الجمعية الدولية للشعراء العرب وأكثر مكان في تركيا تجمع فيه العرب هو إسطنبول وإسطنبول هي ملتقى القارات إن صح التعبير فلهذه المركزية ولهذه الميزة أثر كبير إضافة إلى الاحتمام الكبير باللغة العربية في أغلب مؤسسات إسطنبول لذلك الاختيار دائماً في دورة المهرجان المركزي تقع على إسطنبول وهي ملتقى الثقافات وفيها من العرب كثير من الجنسيات أعلم إليكم وبعادي ليس للحب إن صدقت بحربي يوم غدري وخيبري وحليم ووهادي من مكة ونجاة